السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية طالبات الصف الأول ثانوي إن شاء الله موضوع درسنا لليوم يتحدث عن سماحة الإسلام كما تجلت يوم فتح مكة الآن نحن نعلم جميعا أن الإسلام وديننا السمح يتميز بالتسامح والسماحة وأيضا يتميز بأنه دين عفو بما جاء بهذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه مع غيره مع أهل مكة وغيرهم كان دائم العفو والسماحة وبالتالي يكون إسلامنا هو ليس إسلام دين ليس دين سيف ودماء وانتقام ولكن هو دين عفو وتسامح وأيضا دائما يسعى الإسلام إلى حفظ مكانة الناس وحفظ أرواح الناس فدائما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك الآن إن شاء الله في درسنا اليوم رح نتحدث على أكبر مثال لسماحة النبي صلى الله عليه وسلم وسماحة هذا الدين الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى ومن أبرز هذا هذه الرحمة والتسامح هو إعلان العفو عن أهل مكة الآن خلينا نتحدث عن دخول مكة المكرمة سلما الآن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الإجراءات والتدابير لدخول مكة سلما بدون قتال وبدون دماء فكان رسول صلى الله عليه وسلم حريصا على صرف وجوه المشركين عنه أن لا يلاقي المشركين يعني ما يواجههم وجها لوجه فاعتمد على عنصرين أنه يفاجئهم بالدخول وأن يقوم بإحاطتهم فتم استعداداته لفتح مكة سرا حتى لا تعلم قريش فإنه تستعد قريش حتى تلاقيه ويصير فيه بعدين قتال وادماء فالإجراء الثاني اللي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإجراء الأول اللي هو أن لا يلقاهم وجها لوجه قسم الجيش إلى خمس فرق وطبعا كل فرقة عين عليها قائد وأمر كل قائد هذا الإجراء الثالث أنه يدخل مكة من جهة معينة حتى لا يفكروا أي مجرد تفكير أهل المشركين أهل مكة أنهم يواجهوا المسلمين فكان التعليل أنه يدخل مكة من غير قتال واحد نرجع بنعيد حقنا للدماء حتى لا يحصل هناك قتال وتسيل الدماء وأيضا الحفاظ على حرمة مكة مكة المكرمة من حرمتها ألا يحصل عندها قتال وألا تسيل الدماء في مكة المكرمة الآن مرة أخرى الإجراء الرابع أنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قادته أن لا يقاتلوا إلا من قتلهم يعني إذا كان في حد يريد يقاتلهم حفاظا على أنفسهم وأرواحهم فلا يقاتلوا إلا من قاتلهم الآن حصلت جهة أنه صار فيها حدث القتال اللي هي كانت الجهة الجنوبية اللي هي الجهة اللي عليها القائد خالد بن الوليد هون حاول بعض المشركين منع خالد بن الوليد بالدخول إلى مكة ثم أتى وبحمد الله سبحانه وتعالى عنصر الأمان الآن شو هو عنصر الأمان؟ طبعا هذه القصة تعتمد على فهمك عنصر الأمان هون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن أمان عام وشامل لكل أهل مكة وقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فهنا أيضا تدل على مكانة أبو سفيان وفي قومه ولإستمالة سادة قريش كلهم كانوا يستميل قلوبهم على أبو سفيان يعني كان له مكانة عالية هون حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه ما يصير فيه عندنا قتال ولا يصير فيه ثأر فعندما بلغه أنه سعد بن عبادة الآن سعد بن عبادة كان أيضا قائد لهذه الفرق فرقة من هذه الفرق فسعد بن عبادة قال لأبي سفيان اليوم يوم الملحمة يعني إذا أنتوا بدكوا تقاتلوا إحنا مستعدين للقتال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة يعني أنه اليوم رح يصير فيه عند الكعبة قتل وادمة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا رد وقال بل اليوم يوم المرحمة يعني يوم التسامح والعفو يعظم الله فيه الكعبة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحصل قتال الآن فقال اليوم رح يكون عكس ما تقول يا سعد فثم أرسل إلى سعد فنزع منه الراية وأخذ منه الراية لأنه كان هدفه النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط التسامح وعدم أخذ الثأر وعدم الانتقام الآن كيف بعد كل هذا الشيء اللي صار أنه الرسول صلى الله عليه وسلم حقق أنه ما يصير فيه قتال ولا يصير فيه دماء مع أهل مكة فكان هذا النصر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة بدون قتال فخلينا نشوف كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عفى عن أهل مكة أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة المشرفة منتصرا طبعا كما قلنا ومتواضعا فطاف حوالين الكعبة وكان يردد جاء الحق وزهق الباطل وثم اجتمع الناس طبعا جميعهم ينتظروا بدون يشوفوا شور النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحكم على أهل مكة لأنهم كثير آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينتصر منهم ويمكنه أن ينتصر ويأخذ ثأره منهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا أنه أعلن عفوا عاما عن أهل مكة حيث قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم يعني ما نعرف عنك إلا أنك أنت كريم وأن أصدك كريم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء الآن فأيضا روى عليهم آية الذي قالها يوسف لإخوته هذا يدل هذه الآية على عفو النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على الانتصار والانتقام الآن الدروس العبر المستفادة من فتح مكة بتحفظي ثنتين إلى عندما أنا موقف بالنقطة ذكرتها أنا في بداية الدرس الآن إن شاء الله رح أبعث التلخيص وحل الأسئلة على جروب الواتس أب وهيك بنكون خلصنا الدرس ويعطيكم العافية يا أول